كابتن من من المدربين التي تعتقد الذي يقيله وتركه منتخباتهم تعتقد أنه كأنه ظلم شوي كان يحتاج إلى فرصة طوال والله شكل ما فيه واحد ظلم لا لا شوف فيه مندربين قدموا أداء ممتاز جدا تكلموا على المدرب منتخب الياباني قدم أداء كبير وكبير نوع المال منتخب منتخب الياباني يظهر بواحد شكل رائع احتى المنتخب الغاني بالمناسبة لم يكن المنتخب ستناء المباراة الأخيرة التي كانت مع الأوروغواي كان نوعا ما تخلب بفكر الانتقام وتقرر لم أكن أحبتش هذه الفكرة هذه عند اللاعبين تكون عندهم داخل تلعب كرة القدم يومها فايز بكرة تقدر تكون خسرها للمباراة ديالك نتقول أجواء كيف تحضر للمباراة ديالك ولكن قانون كرة القدم في تظاهرها مثل كأس العالم أي أخفاق يعادل شيء عادي شيء طبيعي الكلام على ساوث جيت ودك أو ما ودك يمشي والله يشوف أعتقد الخسارة أمم أوروبا في إنجلترا هي كانت أكثر ألم بالنسبة للإنجليز أنا أعتقد أنه كان ينتظرون أقرب أخفاق صراحة هو بيستقيل هو الكلام من أنه يستقيل ممكن لكن إذا أتوقع إذا ما أستقل سيقال أنا أتوقع أنا كنت أبغى أقول ساوث جيت صراحة كان يحتاج فقط الحظ سوى كل شيء يعني يوصل نهائي يخسر أحيانا ركلات ترجيح المبارات اللي أمس يخسر يعني بركلة جزاء كان إنجلترا أحسن من فرنسا في المبارات ثم يخسر بركلة جزاء ضائعة من كن يعني سبحان الله المدرب ذا مو محظوظ أنا قلت قلت لكم محمد كثير قلت تحت الهواء العمل يحتاج الناجح للعمل وسيحتاج أن يكون موفق بعد مع أنه أمضى سنوات طويلة والبقية اللي مشهوا واللي استقالوا والله أكثرهم شكرا مع المدرب كوريا البرتغالي بنتو نعم من الحقيقة أدى عمل جيد بصراحة والكوريا أصبحت تلعو حتى في الشوت الثاني العودة واللعب بالأداء الجيد هذا رغم الشوت 3-4-0 وتسجيل هذا تحسب أيضا للمدرب اللي قدر انتشار الفريق من حالته